بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً سيد الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله أن الباب الذي نتناوله بالدرس اليوم أعتبره من أهم الأبواب داخل الدستور والذي قامت الثورة التونسية من أجله، الحقوق، الحريات، المساواة بين المواطنين وبين كل الجهات وكل الفئات ومن المؤكد أن كل عمل إنساني قابل للتقييم والنقد وأول ما شد انتباهي عند قراءة هذه الفصول هو غياب دسترة كل مكتسبات المرأة التي جاءت بها مجلة الحوالي الشخصية وهو أهم ما اكتسبته المرأة التونسية منذ الاستقلال وجعل العديد من الدول العربية تتسابقوا وكذلك الدول الأوروبية لأن تكون لها قوانين مشابهة لهذه المجلة فمجلة الحوالي الشخصية صباقة في منح المرأة التونسية حقوقها الاجتماعية والمرأة التونسية تحصلت على المساواة في الدخل مع الرجل وفي حقها في الانتخاب قبل الدول الأمريكية وقبل المرأة الغربية وبدسترة هذه المجلة نضمن حقوق المرأة ونواصل بها العمل ما عاش بها هذا الدستور ونحن اليوم نساء تونس نسعى إلى تفعيل وتنفيذ مكتسبات المرأة والبحث عن حقوق أخرى مثل حق التناصف في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولهذا فأنا أدعو اللجنة إلى دسترة هذه المجلة ودسترة حق التناصف كما لاحظت أن الفصل 13 يتحدث على ضمان الحق في التعليم العمومي المجاني في كامل مراحيه نحن نعلم أن هذا الحق يثقل كهل الشعب التونسي وكان يجدل أن نساوي كل الفئات في مجانية التعليم خاصة منه العالي بل كان من الأولى أن تكفل الدولة بمجانية التعليم العالي لذوي الدخل المحدود إذ أن الترسيم بالمعاهد العليا والكليات يفوق مئة دينار في بعضها ولا يعقل أن الأسر ذويات الدخل المحدود أو عديمة الدخل أن توفر لأبن أو أكثر من ابن معلوم الترسيم وهو ما يجعل هذا الفصل محل جدل فمنذ أن تتم تركيز المحكمة الدستورية فأن جميع الطلبة ستقوم بقضايا في لادستورية معلوم التسجيل لهذا فأنا أدعو إلى مراجعة هذا الفصل وجعل الدولة تتكفل بمجانية التعليم العالي أو في كامل مراحل التعليم لذوي الدخل المحدود لأنه باتبعاء نحن نقول أن مجانية التعليم ثم نجيه في التعليم العالي ويكون الترسيم بمبالغ هامة لكل طالب نتصوروا أننا عائلة تونسية محدودة الدخل أو عديمته ويكون عندها أربع أبناء بشي تسجلوا معناها هذا على الأقل بشيكون أربعمائة دينا لهذا أنا مع أنه تكون مجانية التعليم بالنسبة للعائلات المعاوزة أو عديمة الدخل مثل ما جاء بالنسبة للفصل اللي يتعلق بالصحة العامة واللي قالت فيها اللجنة وأنه الصحة للجميع ولكن مش كما قال بعض الأشخاص أنه صحة مجانية للجميع بل المجانية تكون لذوي الدخل المحدود أو معدومي الدخل وشوك أنسي درائز